هذا وتبدأ الدولة من الغد إطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن وحتى الثاني عشر من يوليو ويصل إجمالي الرحلات الجوية إلى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت اشتركوا في القناة